السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله كوت ميس في نون خاصة أنه عندما بدأت خصومة شهر نوفمبر معروف شهر نوفمبر أي شخص يجمع لهذا الشهر لأنه يصل خصومة قوية وخاصة في نون خصومتهم توصل إلى 50% على كل الأكسر شكوا على قسم الملابس في خصومة مرة حلوة وعروضة يعني مثل نخذ حبة أبلاع لك حبة مجانة كذا الوضع يقول لي بندر يا هانا مصدع ما أقدر أتابع مقاطعك أدخل قسم مكان قهوة أخذ لك واعد سبريس وكذلك صاحبه تتابع مقاطعي زنوب تكنسرقة مثل زنوبة أدداس ومندرية إكسديشن موجودة تلقاها تشتريها عليها خصم حتى أنا شاريها غلى من كذا يبغى تضبط العائلة أخوانك الصغار أبنك بهدايا في قسم كامل للهدايا تقدر تشيك عليك يبغى الصفار الأصلي موجود يجمعهم أحسن حتى يجمع شايكوا على نون الروابط سأضع لكم في الوصف واستخدموا كودي تميس عشان يخصوم لكم سأضع لكم بصير تبغى كودي يخصوم لك على من كذا سوى لك حساب جديد وجرب الكودي يخصوم لك أكثر ولا تنسون شغلان إشعارت على تطبيق نون عشان توصلكم أخرون العروض وكل حاجة شاركوا على الروابط في الوصف ويلا نبدأ المكتب أول حاجة حاباً أقولها لكم شكراً من أعماق أعماق القلب على كل واحد حظر وشفته في المعرض لأن الصراحة المعرض كان مره شعور رهيب وأنا أقابلكم وكذا كثير يقولون بانداروان الله أني أحبكم كان شعور مره رهيب أني شفتكم لأن أخر معرض رحتوا قبل سنتين تقريباً أو أكثر يعني كان شعور بالنسبة لي مره رهيب وأعتذر اللجو وما قدرت أني أتصور معاكم لأنه كان مره كثيراً شكراً للي جاء وأعطاني هدية أو حاجة وشكراً للي جاء وشكراً حتى للي حاول يجي وما قدرت وأنا أحبكم كلكم حصل لي جماعة هناك موقف يعني كان مره كذا رهيب رهيب بشكل ما تتخيلونه اللي يذكر قبل سنتين أو حاجة أو أكثر أنا نزلته مقطع وكان أقول لكم بالمواقف التي تصر لي في المعارض وكان في واحدة من المواقف أنه جاني واحد من يتكلم ولا يسمع وتذكرون القصة يوم ما جاء أعطاني حاولي تكلم معي أنا ما أعرف لغة الإشارة وقلت أبغى تتعلمه وما أتتعلم ثم لا يقل عني في هذا الموقف سلمني ورقة فيها كل الحروف والحركة حقها فأشر لي على كلمة ألف حا با كا أحبك هذا قبل سنتين وحاجة الولد جماعة جاء هذه المرة وقابلت مرة ثانية بعد سنتين وحاجة وكانت تصور معي ويقعوا بصدمة جاني أبو عبد مصدوم قلت له ما فيه قال لي بندر تذكر الولدي لقبل سنتين ورقة ذكرين يقل لي هلأ جاء الولد ما قال لي جماعة قال لي أمزح معاك صر تتكلم ترغب غير قادم في تتكلم جاني وتكلم معي وقل لي بندر أن خرص صرت أتكلم وصار حتى في وجهه متعافي مرة قلت له إيش اللي صار كذا قل لي سوولي عملي في إذني ونجحت ولما صرت أسمع صرت أقدر أني أتكلم وقسم بأيثي لك هذه الدماء كافس إنه ما سيكار الموقف الثاني عكسه تماما في اليوم الثاني أنا طلعت المسرح بصور مع المتابعين كالمعتاد وبعده واحد فله جاء كذا وأعطاني حلاوة قل لي بندر أنا أخذ هذه الحلاوة ويعطيني أنا طبعا يعني إيش أقول له لا ما أبغاك أعب لازم يعني نقول سلكها لو ذا فأخذتها وأكلتها وجماعة كانت هذه أسوأ لحظة في حياتي كان الحلاوة اللي أعطاني هي أحمض حلاوة في العالم يعني هذه اللي يسوونا للتحدية الحلاوة الحامضة مدري إيش معطيني وأنا في المسرح يا جماعة وجي نقلب كلاو كلاو صار وتخيلوا ما أقدر أني أنزل للمسرح أنزل من المسرح أروح أتسحب على المتابعين وكان يجوني تصورون معا يا جماعة كذا تصور مع الواحد أنا آسف ليمكن خمسة لعشرة شخاص في الصور غالبا كذا أنا قايل يا جماعة كان أحمض حلاوة في فمي يعني اللي يسوونا تحدية تحطها شوية بعدها أنا كم حشور في المسرح كذا وكثير زحمة مرّة تصورون ما أقدر أني أصحب وكذا يجيني واحد أبتسم كذا مدري كيف حاولت حاولت أتحمل ما قدرت فقلت للمتابعين شوية معليش وقلت للي كان عندي قلت له معليش بلا دقيقة وأروح أنزل كذا وأبعده وأتمضمض وحموضة حموضة يومين وإذا ما أنا غلطان أنا مشكلت أنسى كثير أتوقع هذا هو نفس الولد اللي أعطاني الحلاوة هذه نفسها قبل سنتين مدري أنا قلت لكم في المقاطع حقي ولا لف بس في معرض قديم برضو صر لي ذا الموقف واحد أعطاني خلاوة أكلتها نفس المقلب الزحين فخلاص أنا ما عادي رح أقبل أي أكلة من أي متابع هذه المواقف أتمنى أن أعجبتكم ذحين يعني طبعا رح نبدأ بالهدايا مرة أتحمس لها والله شكرا مرة لكل واحد جاب لي هدية والله شكرا وحتى لما جابوا لي هدية شكرا ونحبكم مرة يلا نبدأ أوكي طبعا كثير أنا أجمعها في كيس أول شيء الهدية المعتادة اللي جئت حصلتها كثير بس النارة رحيمة أرغب شيء أجمعها أجمعها أجمع علينا ناروتو تروا إنها هدية رحيمة إنها هدية ما أقول لكم يا جماعة بالله أشتركه لو مشتركوا وليس لا تتسوقنا اللايك وإلا سأعطيكم بهذا الهدية ثانية هذه الهدية المستر بيس يعني الصراحة هدية أسطورية تعدي ترجمة نانسي قنقر 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 أسعد شخص، وأنت بهذا الكلام أسعدتني أكثر فشكراً لك أنت برضو شكراً مرة حسناً، الهدية اللي بعده يا جماعة طنطن، 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 طنطن طنطن ياهو الله رحيباً، تشمون كيف؟ هذا علم قبضي، قناع سكويد كيم على طول يعرفون رأسي، وجه خدود، تشوفوا أين؟ على طول يعرفوني، كيف، ما قدر أتخفى ولون وكذا أسطوري والهدية اللي بعدها هدية، شوفوا إيش؟ ماريو هدية ماريو، هذه أول مرة أشوفها يعني اللي فهمتوا كان منصور إنه كأنه تركب ماريو أو حيش كذا وربي شكلها رهيبة خلوا نفتحها، يلا نشوف شوفون، زي ما قلت لكم تركب، تركب وأشي كثير في ماريو، فهمتم؟ هنا ها في ذا دقيقة، نشوف تركب أول شي ماريو دفون تركب ماريو أول شي لا عدم ما قد يصير ما توقع لا مستحين، مستحين ما يصر كذا وربي شكلها رهيبة يا جماعة هذه رح أروق عليها أنا رح أروق عليها وأركبها كاملة وبعدين أوريكم في السناب تابعوني في السناب يعني والله مو ترويج للسناب بس يعني بغالا روقها نتك عليها وأركبها بس والله إنها رهيبة شكرا مرة هذه الرسالة من اللي أعطاني هدية ماريو مريم، تقول أنا بيك فان لك أتابعك من زمان أحلى صوت فصارت بحياتي إن شفت مقطعك من 2018 أتمنى إن هدية ماريو تعجبك ماذا اللي أعجبتني؟ سطورية خلا ما قاطعك الطفل من 10 دقائق خلا ما أصلها الطفل همزح معاك أي شي تسوي نحن نوقف معاك فيه ونوقف معاك لو تقلب قناتك من فوق إلى تحت نظل نتابعك ونحبك لأننا نحبك لأننا نحبك مو عشان محتوى نحبك عشانك مندردت عشي شخصيتك أنا كذا حققت ثلاث أمنيات من حياتي أولا إن أقابلك الثانية صار معك لا تنسوا الاشتراك لا تنسوا الاشتراك لكي يوصل 11 مليون في أسرح وقت الله يسعدي شكرا وبندر إنك جميل جدا وحلو و هذا من كيف أحسني طولت عليكم بالهدايا ولكن مرة تحمس لها هذه الهدية التي سترونها واحدة من الهدايا التي أنا صدمت عندما رأيتها يعني كها هدية اسطورية هي وصلتني من قبل لكن لم أحبت أن أصويرها أو سناب أو شي قلتها لازم في اليوتيوب مستعدين ماريو بانداريتا بانداريو ويعني كذو خياطة فهمتم؟ والله النار اسطورية من رجوفك والله رحيبة شكرا شكرا كثير كثير على الهدية والله النار رحيبة هذه لازم تنحطينا لازم كذا تمام والله الهدية الذي يغلق هم ام تهأت دية رحبنا لازم يتنقل وحين جدا تذكر أثري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لنذهب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة